بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيدة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل أن نعيش رياض الجنة ونحن في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لكن من هؤلاء؟ إنهم الصالحون إنهم الأولياء إنهم أهل الاستقامة إنهم أهل التقوى فهل نحن منهم؟ هل نحن من هؤلاء؟ سل نفسك وحاسب نفسك وأنت في الدنيا فالسعادة كل السعادة أن نعيش ذاكرين مولانا أن نعيش باستقامة وثبات وطاعة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لاحظ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لاحظ أن الله تعالى في هذه السورة في هذا الموضع من سورة يونس يقول ذلك هو الفوز العظيم وفي موضع سورة الشورى يقول ذلك هو الفضل الكبير فوز وفضل من الله كبير وفي سورة فصلت لنعيش رياض الجنة روضات الجنات لكن بماذا؟ بالاستقامة بالطاعة بمنهج العبودية إن الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا لاحظ هذا التكرار في التاء لاحظ الفعل المضارع تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الله أكبر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أليست هذه روضات الجنات؟ أليست هذه روضات الجنات؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم روضة الذكر كما ذكرنا قبل ذلك في حلقة سابقة روضة القرآن روضة العلم إذا مرنتم برياض الجنة فارتعوا اجلسوا اطلبوا لا تبرحوا هذه الأماكن قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم قال حلق الذكر وكذا حلق القرآن ومجالس تلاوة القرآن ثم رياض الجنة وأنت تدعو ربك في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل حين تتكلم مع الله وربك يقول ألا من داع فأستجيب له الصالحون يستشعرون في هذه الحالة أنهم في روضات الجنات ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترحم فأرحمه ألا من مبتلى فأعافيه ألا من مسترزق فأرزقه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر وأنت تشعر بالقرب من الله أنت تشعر بالوصل مع الله أنت تشعر بالأنس مع الله أنت في روضة من رياض الجنة قال الصالحون نحن في سعادة لو علمها غيرنا لحاربونا عليها روضة المناجاة ثم روضة الرضا الرضا بعطاء الله حتى الرضا بالمنع لأن الصالحون يقولون وفي المنع عطاء قال نبينا ذاك طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه وبالإسلام دين وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اجعلنا يا ربنا على الدوام دنيا وأخرى في روضات الجنات وفي الجنات من السعداء يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله